وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أكد أن اللائحة التنفيذية لقانون تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الجديدة ستكون جاهزة خلال أسابيع وذلك قبل موعد تطبيقها على القطاع التجاري والمزمع في الثاني والعشرين من مايو المقبل الجسار والذي افتتح مشروع مجمع الطاقة الشمسية في مجمع مياه بيان أكد أن المشروع أنشأته إحدى الشركات الكورية بقدرة انتاجية تصل لمائة وعشرين كيلو واط يوميا المشروع يعد الثاني والعشرين ضمن مشاريع الطاقة الشمسية والتي تهتزم الوزارات تنفيذها ضمن برامجها الرامية إلى تفعيل استخدام الطاقة البديلة المتجددة